السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة نقل الدم للطمريد وكنا تكلمنا المقطع اللي فات بشكل مختصر عن قرات الدم الحمرة ونكمل النهاردة إن شاء الله ويكون كلامنا عن البلازمة والبلازمة اللي بنفصلها دي لها أنواع كتير بس المهم اللي لدينا دلوقتي ثلاثة أنواع زي ما حضراتكم شايفين كان النوع الأولاني واسمه إيه Fresh Frozen بلازمة واختصارة بنقول عليها إيه FFB يعني بلازمة تعزجة مجمدة والنوع الثاني اسمه Frozen بلازمة واختصارة بنقول إيه FB يعني بلازمة مجمدة أما النوع الثالث فاسمه إيه Cryo Supernated Plasma واختصارا بنقول CSP أو Cryo Deplated Plasma واختصارا CDP اللي احنا بنعرف بنقول عليها إيه بلازمة خالية من الكرايو أو بلازمة منزوية الكرايو وده شكل وحدة البلازمة زي ما حضرتكم طبعا عارفين وبنحفظها فين بيكون في Freezer بالشكل ده ودارة الحرارة طبعا بتكون مجمدة وبتلحفظ دارة حرارة حوالي ناقص 18 أو أقل كمان من كده ولو وحدة البلازمة دي في Freezer زي ده ممكن لكصبائر بتاعها يكون قد إيه بيكون حوالي 12 شهر من وقت التبرى أو بحسب المعايير اللي حضرتك ماشي عليه وفي نقطة مهمة بخصوص الكيس المجمد ده إن الكيس ده لما بيوصل لمرحلة التجميد فبتكون الوحدة شبه الحاجة الإزاز وممكن لو اتخبطت من حضرتك أو حضرتك أو وقعت ممكن الكيس يتكسر ويتفتح جزء منه فعشان كده حضرتك لازم تخلي بالك وانت بتنقل الكيس من مكان لمكان وكمان لازم نفحص الكيس كويس لما نستلمه من بنك الدم طيب الوحدة دي هننقلها إزاي للمريض طبعا حضرتك جايفها مجمدة فهنبدأ نفكها الأول طيب فين وإزاي أولا بيكون فيه حمام مائي بالشكل ده وتكون دارت حرارته حوالي كام من 30 ل37 مش أكتر من كده ولا أقل من كده لأن الحرارة العالية أو الأوليلة ممكن تأثر على البروتينات المهمة اللي موجودة في الكيس وحاجة تانية مهمة جدا عشان نقدر نحافظ على الكيس ده من أي تلوف بأي بكتية ممكن تكون موجودة في المياه دي وطبعا لو تنقلت للكيس هتتنقل مع البلازمة للميض وتسبب له مشاكل كتير وعشان نفكها بشكل صح حاجة من الاتنين زي ما حضراتكم شايفين كنا يا إما بنحطها لها وحدة البلازمة يعني في كيس بلاستيك بالشكل ده مقفول كويس وبعدين بنحطها في الحمام المائي ده أو بنحطها في الحمام المائي ده مباشرة بس بتكون بشكل عمودي بحيث تكون الأجزاء اللي فوق دي اللي احنا بنسميها إيه تكون فوق سطح المية وما تلمسش المية خالص اللي هي الأجزاء اللي فوقي لأن هي دي الأجزاء اللي حضراتكم بتدخلوا فيها جهاز نقل الدم وطبعا زي ما قولنا على كرات الدم لازم البلازمة تتنقل بجهاز نقل دم مش جهاز محلول وحضراتكم طبعا عرفتم ليه وفي نقطة تانية عشان حضراتكم برضو تبقوا عارفينها بالنسبة لفصيلة البلازمة بتكون إيه ولا ناجاتف لأ بنقول إيه بس ومن الحاجات المهمة اللي بتقابل حضراتكم برضو دلوقتي انت جبت وحدة البلازمة وفكتها عشان تنقلها المايد وحصل أي حاجة والوحدة لمش هتنقل دلوقتي طيب إيه ما صير الوحدة دلوقتي بعد ما تفكت ولسه ما حطناش فيها جهاز النقل أقول لحضراتكم الوحدة لما تفكت ممكن نحفظها في تلكت الدم اللي هي دارة حارتها من واحد لست وممكن ده يفضل معانا لمدة 24 ساعة من وقت ما تفكت وحدة البلازمة دي زيها زي الوحدة المجمدة بنفس النسب اللي موجودة فيها إنما لو عدى اللي 24 ساعة وما تنقلتش للمايد ممكن أحفظها لمدة 4 ايام في نفس دارة الحرارة وانقلها في أي وقت خلال المدة دي اللي هما اللي 4 ايام يعني بس ساعتها الوحدة الوحدة دي النسب اللي موجودة فيها طبعا مش زي الوحدة نفسها وهي مجمدة والوحدة دي بنسميها إيه فويد بلازمة يعني بلازمة مفكوكة وبكده نكون نتكلمنا بشكل مختصر النهاردة عن البلازمة ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر